وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 4282 غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء العدوان الإسرائيلي وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104880 جريح منذ بدء العدوان أيضا في حين لا يزال ألف الضحايا تحت الأنقاض وأشارت لأن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد 33 مواطن وإصابة 134 آخرين اشتركوا في القناة